إذن سيد عثمان أريد أن أبدأ معك بسؤال عن لماذا تريث سابقا جايد صالح وحاذر إطلاق أي موقف كانت الموقف دائما في حدود معينة موزونة الآن بدر إلى هذا الاقتراح ما الذي برأيك حدث في كواليس مفاوضات السلطة بأطرافها المعروفة تحية لك تحية للجمهور العربي وتحية كبيرة لشعبنا الذي ما فتأ يصنع الملاحم منذ اليوم الثاني والعشرين فبراير وما زال على العهد والوعد يصنع هذه الملاحم أما بالنسبة لجايد صالح هذا ما رجحته خرجته اليوم رجحتها لما نزلت ضيفا في أحد برامجكم في الأسبوع الأول أو الثاني عندما قلت بأن جهاز الاستخبارات ومؤسسة الجيش هما من يسيران دوليب الحكم في الجزائر هما من يديران العلبة السوداء هكذا يسمونها في الجزائر وبالتالي هذه الوجوه التي كنا نراها ما هي إلا في الواجهة فقط لكن الذي يدير الحكم بالفعل هم الجنرالات ومؤسسة الجيش وأجهزة الاستخبارات وهذا يقدح جدا فيما قاله الإبراهيمي بأن الرئيس ليس مريضا بل في كامل صحته ها هو جايد صارها الآن يثبت بأن الرئيس مريض وكذلك بالنسبة للعمامرة الذي كان يدقه بوضع عواصل مربية والمعاد قال لا يمكن للرئيس أن يتخلى عن المنصب إلا بعد أن يسلي الحقوق السلم أوليب الحقوق لرئيس جديد ولكن التوقيت بإعلان هذا الاقتراح أيضا لافت بالإضافة إلى الخطوات التي يتوقع أن تلي إذن الآن حسب المادة 102 يفترض أن يجتمع المجلس الدستوري أن يبت بصلاحية أو قدرة الرئيس على إتمام مهامه وبالتالي أن يعلن الشغور وبعدها يكون هناك فترة 45 يوما رئيس مجلس الأمة يتولى هذا الموضوع ولكن كنتم تتحدثون عن فكرة الضمانات بعد اقتراح رئيس الأركان من هذه الضمانات أن رئيس مجلس الأمة الذي يفترض أن يتولى هو الرئاسة المؤقتة يعني يعتبر الرجل الثاني لبوتا فليقة كيف يمكن إذن ضمان هذه التأمينات أولا من هذا القرار قرار اليوم كان منتظرا جدا لأنه في بشار تلك الولايات الجنوبية كان قيد صلح قال ثقتنا لا تتزعزع مع شعب الجزائر ونحن معه في السراء والذراء ثم بعد ذلك قال ترقبوا الحل قريبا جدا ها هو اليوم يعود لولاية أخرى في الجنوب ويؤكد على هذا الحل معنى ذلك أن الحل كان مطبوخا كان جاهزا منذ فترة أما بالنسبة المجلس الدستوري والبرلمان والأمة فهذه مجالس عبارة عن هياك بدون روح الكلمة الآن بالنسبة للسلطات هي لمؤسسة الجيش هي للجنرالات هي أجهزة المخابرات الحديث كل الحديث الشارع الآن يتساءل هل الآن فقط انتبهوا أن رئيس متفليقة مريض وعاجز المادة الثامن والثمان من الدستور الماضي كان يجب أن نذهب إليها قبل يوم 22 فبرايا أما الآن فات الحال أقول لهولي فاتكم القطار لا يمكن أن نقول لابد أن نفعل المادة الآن لأن الشعب قال كلمته عبد العز بالتفليقة يجب أن تنتهي مهلته في الثامن والعشرين أفريل ولابد أن نذهب إلى طروحات أخرى حلول أخرى بدلا من الحديث أن أحترم ضيوفك على كل حال يتحدثون عن هيئة مستقلة الانتخابات هذه تداعيات وآثار وانعكسات لا بد من أساس لهذه المؤسسات لا بد من حل هذا البرلمان لا بد من حل مجلس دستوري لا بد من حل مجلس الأمة لأنه إذا ذهبنا للانتخابات أو راجعنا هذا القانون قانون الانتخابات معنى ذلك أنه سيمر على هذا البرلمان المبني على التزوير وليست له مصداقية يجب أن نقول أن الكلمة للشعب اليوم والشعب عندما قيل له تريد أن تلغي العهدى الخامسة ألغيناه تريد أن تلغي بتفليقة ألغيناه ولكن يريد أن يبقوا حاضرين بمعنى النظام يريد أن يجدد نفسه بطريقة أخرى للبقاء وهذا مرحوظ سيد عثمان هل يعني يعتبر الآن أن المجلس الدستوري بطبيعة الحال سينعقد وأنه حكما سيبدأ فعليا يثبت الشغور وبالتالي يحولها للبرلمان وتبدأ الآلية أم أن ربما هناك أيضا جهاز ستحاول أن تضغط بالاتجاه المعاكس وتمنع انعقد مجلس الدستوري أو تجد مخارج أيضا أخرى تبقي بتفليقة مزيدا من الوقت في كرسيه ما في ذلك شك أن المجلس الدستوري سيرجح هذا القرار الذي اتخذه جايد صالح ولكن لابد أن نؤكد للمشاهدين في الجزائر وكذلك في المشرق العربي بأن جايد صالح واحد من الجنرالات الذين أتوا بعبد العزبوتفليق عام 99 وهو الذي كان يحميه ودائما يقوله أن الأوضاع في الجزائر سمن على عسل وهو الذي كان وراء عهدى وراء عهدى إلى أن وصلنا إلى مشاري في العهدى الخامسة الكلام نفسه لعبد القادر بن صالح وهو رئيس مجلس الأمة ويراد به أن يحكم الجزائر 90 يوما حسب هذه المد الشعب الجزائري عبر هذه الملايين يرفض هذا الطرح يقول بأن الكلمة يجب أن تعود للشعب لا يمكن لجايد صالح الآن أن يخرج ويقرر السيناريو الذي تتخذه البلاد الآن كيف سنذهب وماذا سنقرر الشعب هو الذي سيقرر وليس جايد صالح لأن جايد صالح جزء لا يتجز من هذه المنظومة الفاسدة وحتى وثاق ويكيليكس تكلمت عن هذا الجنرال أشرت إلى فساده إلى عقاراته إلى غناه وكذلك بنساءة إلى فساده بفترة دموية إذن الشعب برأيك يجب أن يأخذ الضمام الأمور كيف هل بتركيز على فكرة الحكومة أم ماذا ما هي الخطوة التالية الآن برأيك التي يجب أن تواكب المادة 102 أو تفعيلها بضمانات بالتالي بدل من تكريس أكثر المخاوف التي تذكرها الأكثر من إبراز هذه الوجوه استفزاز مستمر للشعب الجزائري ولذلك رفضوا الإبراهيمي رفضوا بدوي رفضوا الكثير من هذه الوجوه بما فيهم جايد صالح ويعتقد أنه خارج اللعبة كيف تتقدم الوجوه أخرى يعني الخطوة هي حكومة إنقاذ وطني ماذا نعني بحكومة إنقاذ وطني؟ بمعنى حكومة تتكون من شخصيات وطنية تاريخية ثورية حقوقية مستقلة ولم تتخايدها في الحكم أبدا هؤلاء لديهم المصدقاء لدى الشعب الجزائري بمعنى الشارع الجزائري هو الذي لديه الصوت هو الذي لديه الخيار هو الذي يقر من سيحكمه من سينقله من هذا المرهي إلى مرهي أخرى لا يمكن إعطاء فرصة لأشخاص هذه المنظمة ليكرروا أنفسهم مرة أخرى